السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمين يا رب ده من تكونوا بخير اليوم سنأخذ الدرس الرابع في حساب المثلثات لسنة أولى ثانية وكثير من الأول وهو درس الزوايا المنتسبة والذي أعتبر أهم درس في حساب المثلثات كله الدرس كبير فهنأخذه على مرتين اليوم سنتعرف على الزوايا المنتسبة ونحسبها كيف؟ ونأخذ الحل العام لحل المعادلات المثلثية ومن غير ما تضاعت كثير بقى عزيزي المشاهد ولتك وقلبك وبيت الشاب بتاعتك ونسمي لك كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم يعني ايه كلمة زاويتين منتسبتين الزاويتين المنتسبتين دول هم معبرة عن زاويتين مجموعهم أو الفرق ما بينهم عدد من القوائم يعني ايه عدد من القوائم؟ احنا عارفين الزاوية القايمة اللي هي قياسها كام؟ 90 طب لو كانوا قايمتين يعني 90 و90 يبقى 180 طب لو تلت قوائم هيبقوا 270 لو اربع قوائم هيبقوا 360 يبقى الزاويتين المنتسبتين هم زاويتين لو جمعتهم أو طرحتهم هيدوك واحد من الاربع قياسات دول زي مثلا لما اقولك الزاويتين 150 و30 مو انت لو جمعت 150 زائد 30 هيدوك 180 يبقى دول زاويتين المنتسبتين والزاويتين 110 و20 هتلاحظ ان انت لو جمعتهم مش هيدوك ولا زاوية من دول لكن لو طرحتهم من بعض يعني 110 ناقص العشرين هتديك 90 يبقى دول زاويتين منتسبتين الزاويتين 235 والزاوية 35 لو جمعتهم على بعض هيدوك 270 يبقى دول زاويتين منتسبتين وهكذا طب انا يا مستر معلش كده لما اخذ يعني انا هستفد ايه لما معرف ان الزاويتين دول زاويتين منتسبتين تعال لما نشوف مثلا الزاويتين اللي هم 150 و30 اللي في الاول دول مش احنا حفظين ان جا 30 بتساوي نص فعلا حفظينها من ايام تلت اعدادي واخدناها تاني برضو في الدرس اللي فات طب ايه رأيك بقى ان الزاوية المنتسبة بتاعتها اللي هي المية وخمسين اللي جا بتاعتها هي كمان بتساوي نص ايه ده يعني انت عاوز تقول يا مستر ان الدرس دوت عاوزني اعرف اجيب النسب المثلسية للزاوية الكبيرة دهيت من غير ما استعمل القلة الحسبة بالزبط كده قبل كده كنا احنا على طول بنحسبها ابو ماشر على القلة الحسبة بنكتب صاين 150 تطلع لك على طول بنص ولكن دلوقت الموضوع بقى عندنا خطوات للحل ان احنا نحسب الزاوية المنتسبة ازاي هتحول الزاوية اللي قدامك زي مثلا الزاوية 150 دهيت لوحدة من الزاوية المنتسبة ايه بقى هي الزاوية المنتسبة دي اللي هي 90 زائد الزاوية ولتكن مثلا سيتا ممكن تكون 90 ناقش الزاوية وممكن تكون 180 زائد الزاوية او 180 ناقش الزاوية ممكن تكون 270 زائد الزاوية وممكن تكون 270 ناقش الزاوية ممكن تكون 360 زائد الزاوية وممكن تكون 360 ناقش الزاوية طب انا ايه بقى اللي حدد لي 90 ولا 180 ولا 270 ولا 360 ما تيجي نتشوف مع بعض يلا بنا احنا عندنا الشبكة التربعية اللي احنا عارفينها فيها 4 تربع الاول والتاني والتلات والرابع اللي احنا ايه عارفينهم الربع الاول اللي هو اكتر من الصفر واقل من 90 خد بالك انا قلت ايه اقل من 90 يعني كاني بنقص من التسعين يبقى الربع الاول هو 90 ناقص الزاوية والتاكم مثلا سيتا يعني افهم من كده ان الربع التاني اللي هو اكتر من 90 عبارة عن 90 زائد السيتا بالزبط كده طب ما هو الربع التاني اكتر من 90 واقل من 180 يعني كاني بنقص من المية وتمانين يعني الربع التاني برضو اقدر اقول عليه 180 ناقص سيتا والكلام دوت معناه ان الربع التالت اللي هو اكتر من 180 هيكون 180 زائد السيتا والربع التالت ده هوت اللي هو اكتر من 180 واقل من 270 يعني برضو الربع التالت عبارة عن 270 ناقص السيتا والربع الرابع اللي هو اكتر من 270 يعني 270 زائد السيتا واقل من 360 يعني 360 ناقص السيتا بل ومش كده وبس لو انا زودت على 360 الزاوية سيتا يعني 360 زائد السيتا هترجع تاني للربع الاولاني دول يا عم الحج هم الزاوية المنتسبة بس انا عاوزك تفرق ما بين نوعين من الزاوية المنتسبة عندنا زاوية ما بتغيرش الدلة اللي هم المية وتمانين والتلتمية وستين وعندنا زاوية بتغير الدلة اللي هم التسعين والميتين وسبعين بالنسبة للزاوية اللي ما بتغيرش الدلة يعني ايه ما بتغيرش الدلة زي مثلا جا 180 ناقص سيتا المية وتمانين نبتغيرش الدلة فهنزل الدلة المسلسية اللي هي الجا زي ما هي برضو جا وهشيل الزاوية الربعية اللي هي المية وتمانين وروح منزل السيتا الوحدة نفس الكلام برضو جا 180 زائد انزل الجا عشان خطر المية وتمانين نبتغيرش الدلة واشيل المية وتمانين وروح منزل السيتا نفس الكلام برضو زا 360 ناقص سيتا هنزل الزا زي ما هي وشيل الزاوية الربعية دهية وحط السيتا الوحدة بس دايما لازم نراعي اشارة الدلة على حسب الربع احنا اخدنا في الحصة اللي فاتت ان اشارات الدول بنحفظها من خلال الجملة اللي هي بتاعت كل جاهل ظالم جاته دهل او كل جميلة ظنيفة جاتها صبونا فتعالى مثلا كده جاه مية وتمانين ناقص هي مية وتمانين ناقص دهيت في الربع الكام مية وتمانين ناقص انا كده بقل عن مية وتمانين يبقى انا كده في الربع التاني طب هو في الربع التاني الجاه موجبة ولا سالبة كل جاه لا دي موجبة يبقى الاشارة هنا موجب طيب جاته مية وتمانين زائد مية وتمانين زائد ديت في الربع الكام انا بزود على مية وتمانين يبقى انا كده في الربع التالت طب وهي الجاته في الربع التالت مجابه ولا سالبة؟ كل جاهل زا لا القتها هنا تبقى سالبة يبقى الدشارة هنا سالبة ط Oo 360 ناقص 360 ناقص أنا بنزل علينا 360 ولا كده في الربع الرابع طب هيا الزا في الربع الرابع مجابه ولا سالبة كل جاهل زا القتها لا دية سالبة يبقى التي سالبة هتكون بالسالب دي هي الزوايا المنتسبة اللي بتغيرش الدلة يعني الدلة المسلسية بتنزل زي ما هي الجا تنزل زي ما هي جا والجا تنزل جتا الزا تنزل زا وكمان المقلوب بتاعتهم برضو القات بقا والقطا قتا والزا تزا تزا طيب بالنسبة بقى للزوايا اللي بتغير الدلة بتغيرها ازاي يعني طريقة التغيير دي عاملة ازاي التغيير دوت يا جماعة احنا بنسميه التغير التاقي يعني من الاخر كده لو الدلة المسلسية ما فيهاش ته بنحط فيها ته ولو فيها ته بنشيلها يعني مثلا جا تسعين زاية سيتا التسعين بتغير يبقى الجا ديت احطي لها ته تبقى جتا وروح شايل زاوية الربعية وروح منزل السيتا جتا ميتين وسبعين الميتين وسبعين هتشيل الته من الجتا تخليها جا وروح حازف الزاوية الربعية وروح منزل السيتا طب زا تسعين ناقل سيتا الزا هتبقى زاطة وشيل الزاوية الربعية وروح حاطة السيتا الوحدة طب بالنسبة للاشارات وضيت على نشوف تسعين زا اديت في الربع الكام انا بزود على تسعين يبقى انا كده في الربع التاني طب وهي الجا انا بشوف الاشارة على الدلة المسلسية الاصلية مش اللي انا غيرتها الاصلية اللي في الاول خالص الجا في الربع التاني مجابة ولا سالبة كل جا اه لا دي موجبة يبقى الاشارة هنا موجب بس هو طبعا الموجبة ما بتكتبش اصلا في الاولات طيب جتا ميتين وسبعين ناقص الميتين وسبعين ناقص ديات الربع الكام انا بقى الا عن ميتين وسبعين يبقى انا كده في الربع التالت طب وهي الجتا في الربع التالت مجابة ولا سالبة كل جاهل زا اه لا هنا الجتة سالبة يبقى اروح منزل الاشارة هنا سالب طيب زا تسعين ناقص سيتا تسعين ناقص ديت الربع الكام بقى الا عن تسعين يبقى انا كده لسه في الربع الاولاني في الربع الاول كل الدول موجبة يبقى هنا الاشارة موجب وطبعا الموجب ايه ما بنكتبهوش دي يا عم الحج هي كل الزوايا المنتسبة اللي عندنا في الدرس دو تعال بقى ناخد مثال هتلاقي الدنيا معك ابسط واسهل مما تتخيل بيقولك هنا مثلا اوجد قيمة جا مية وخمسين هي المية وخمسين ديت في الربع الكام مية وخمسين دي في الربع التاني طب وهي الزوايا المنتسبة في الربع التاني كانت ايه كانت عندي تسعين زائد وعندي مية وتمانين ناقص النصيح تليك دايما اشتغل على المية وتمانين وتلتمية وستين عشان خاطر مرة تلغبتش في الدول المسلسية فاروح ايل كده جا مية وخمسين عبارة عن جا ويفتح قوس هخليها مية وتمانين ناقص كان بقى عشان خاطر تحسبها هتطرح مية وتمانين ناقص مية وخمسين تديك تلاتين تقول الكلام ده كده بيوساوي المية وتمانين ما بتغيرش الدلة فهتنزل جا زي ما هي احزف الزاوية الربعية ونزل الزاوية التانية اللي هي التلاتين وشوف بقى الاشارة هي الجا في الربع التاني مجابة ولا سلبة كل جا مجابة خلاص يبقى الاشارة بتاعت مجابة وانا عارف ان جا تلاتين بتساوي ايه بتساوي نص يعني احنا لو عاوزين نعمل خطوات لحل الزاوية المنتسبة تبقى عاملة كده اول حاجة هتجيب اصغر قياس مجابة يعني الزاوية لو كانت اكبر من تلتمائة وستين او اقل من سفر تجيب لها الاول اصغر قياس مجابة نمرة اثنين تحدد الربع بتاعها تشوفها في الاول ولا التاني ولا التالت ولا الرابع وبناء على كده الخطوة التالتة هتحدد الزاوية المنتسبة لو كانت في الربع الاول يبقى انت عندك تلتمائة وستين زائد او تسعين ناقص لو كانت في الربع التاني تسعين زائد او مئة وتمانين ناقص وهكذا مع الربع التالت والرابع الخطوة الرابعة هتحزف الزاوية الربعية وعلى حسب بقى لو كانت الزاوية ده هي بتغير الدلة تروح مغيرها ولما بتغيرها تنزلها زي ما هي وفي الاخير تحدد اشارة بتاعت الدلة بتاعتك على حسب الربع بتاعك تعالي ناخد برضو اسئلة تانية عشان خطر نسبت المعلومة اكتر بيقولك اوجد قيمة كل مما يأتي اول واحدة جاء ميتين واربعين اول خطوة اصغر قياس موجب ميتين واربعين ميتين واربعين هي فعلا اصغر قياس موجب مش اعمل فيها حاجة الخطوة التانية حدد الربع ميتين واربعين في الربع الكام ده ديت في الربع التالت ما بين الميتين وسبعين حلوة اوي الربع التالت بقى الزوايا المنتسبة بتاعته هي ايه هي عبارة عن مية وتمانين زائد او متين وسبعين ناقص انا هستعمل مية وتمانين زائد عشان خطر اسهل يبقى جا 180 زائد زائد كم بقى هطرح 240 ناقص 180 تديك 60 الخطوة اللي بعد كده عامل ايه هحزف الزاوية الربعية المية وتمانين ما بتغيرش الدلة فهتنزل الجا زي ما هي جا بالزبط ورح شايل المية وتمانين ونزل الستين واشوف بقى الاشارة احنا عارفين ان دوت هو في الربع الكام في الربع التالت طب هي الجا في الربع التالت مجابة ولا سالبة كل جاه الزا لا الجا هنا سالبة اروح حاطة الاشارة هنا بالسالب يبقى الكلام ده كده بيوساوي سالب الاول قبل من سا وجا 60 اللي هي بجزر 3 على ال 2 طيب السؤال التاني بيقول لك جتة 570 570 ديت مش في اصغر قياس مجاب اعمل ايه هنقص منها 360 امسك القرحزة بتاعتي كده واكتب 570 ناقص 360 تساوي 110 يبقى الزاوية اللي هي 570 هي بالضبط عبارة عن جتة 210 110 110 بقى ديت في الربع الكام ديت في الربع التالت الربع التالت اللي هو عبارة عن كام عبارة عن 180 80 زائد او 270 ناقص بس انا هشتغل على 180 عشان خاطر اسهل طيب 180 زائد كام والله انا هطرح 210 ناقص 180 هتديك 30 ايه كام ده كده بيوساوي 180 مش هتغير الدلة فهتنزل زي ما هي جتة اروح شايل بقى 180 واروح منزل التلاتين واشوف الاشارة الجتة دهيت اشارتها ايه في الربع التالت كل جاهل زاء الجتة سالبة اروح منزل الاشارة هنا بالسالب يبقى كلام ده كده بيوساوي سالب الاول عشان ما انسهوش وجتة 30 اللي هي بجزر 3 على ال 2 طيب السؤال نمرة 3 بيقول لك 5 باي على 3 طبعا ده قياس دائري انا عاوز اعرف القياس الستين عشان خاطر احدد الربع فهعمل ايه هشير الباي وحط ما كانه كام 180 امسك القلة بتاعت الحزبة كده واكتب 5 في 180 على الثلاثة تساوي 300 يعني ديت عبارة عن ق 300 طيب التلتمية ديت في الربع الكام ده ديت في الربع الرابع طب هو الربع الرابع كان الزوايا المنتسبة بتاعته عبارة عن ايه عبارة عن 270 زائد او 360 ناقص انا هخليها 360 ناقص عشان اسهل يبقى ديت عبارة عن ق 360 ناقص كام بقى والله هطرح 360 ناقص 300 هتليقى عبارة عن 60 الكلام ده كده بيوساوي التلتمية وستين مش هتغير الدلة بتاعتك فهتنزل زي ما هي بالزبط ق واروح شاير التلتمية وستين واروح منزل الزاوية ستين اشوف بقى الاشارة القادة هيت اللي هي مقلوب الجتة الجتة ديت في الربع الرابع مجابة ولا سالبة والله بص كل جاي زا جتة اه موجابة يبقى الاشارة هنا موجاب والموجاب ما بكتبهوش تساوي كام بقى قاة 60 احنا عارفين ان القاة هي مقلوب الجتة جتة 60 اللي هي بنص مقلوب النص اللي هو بيوساوي اتنين طيب نمر أربعة بيقولك زا سالب 150 طبعا سالب 150 ديت مش اصغر قياس موجب اروح ماسك الالحزب تاعتك اده واكتب سالب 150 زا 360 تساوي 210 يبقى دي كده اللي هي عبارة عن زا 210 درج 210 ديت اللي هي في الربع التالت الربع التالت اللي هو عبارة عن 180 زا يبقى دي كده زا 180 زا كم بقى 110 نقص مية وتمانين تديك 30 يعني الكلام ده كده بيوساوي هنزل الزا زي ما هي بالزبط اشير المية وتمانين وروح منزل الثلاثين واشوف الاشارة انا في الربع التالت الزا في الربع التالت موجبه ولا سالبه كل جا زا الزا موجبه يبقى الاشارة هنا موجب والموجب ما بتكتبش وطبعا زا 30 اللي هي بتساوي 1 على جزر 3 بنفس الطريقة بقى انا عاوزك تحسبلي جا 120 وزا سالب 240 وراتك وقلمك وحل السؤال ده ده هو حل السؤالين دول اول واحدة طلعت جزر 3 على الاثنين والتاني طلعت سالب واحد على جزر 3 قرنب اللي عندك شوف انت حليت صح ولا غلط في السؤال ده بيقولك بدون استخدام القالة الحاسبة اوجد قيمة ما يأتي وميديك مقدار عبارة عن نسب مسلسية كل الموضوع ان احنا هنحسب كل نسبة مسلسية بكام وبعد كده نعوض في الآخر فييلا نبدأ كده في اول واحدة اللي هي جتة سالب 150 طبعا سالب 150 ده هيت ما تنفعش انا عاوز اصغر قياس موجب اروح ماسك انا الحاسبة بتاعتك كده واكتب سالب 150 زائد 360 تساوي 210 يعني ممكن اجي في الاول كده اقول ان سالب 150 ده اللي هي بالضبط 210 بعد كده بقول لك جه 600 برضو 600 مش اصغر قياس موجب احسيبه على الالة الحاسبة كده اكتب 600 ناقص 360 تساوي كم 240 اروح شاطب على ال600 واكتب 240 بعد كده بقول لك جتة 2 باي على التلاتة طبعا ده قياس دائري هشير باي وحط مكانها كم 180 امسك كده الالة الحاسبة بتاعتي واحسيبها برضو شرطة كسر 2 180 على 225 يعني هي سالب 225 وعشرين فانا اقول كده بقى ايه سالب 225 زائد 360 عشان اجيب اصغر قياس موجب لها تساوي 135 اشيل بعد كده كلها واكتفوها كده 135 بعد كده بقول لك زا 900 تعال برضو نشوف 900 نظامها ايه هكتب كده 900 اروح منقص منها 360 لسه برضو اكبر من 360 اروح ضارب هنا فيه اتنين تساوي 180 اروح شاطب بقى على التسعمية ده هيت واكتب مكانها 180 تعال بقى نحسب كل الزاوية المنتسبة اللي عندي في السؤال ده اول زاوية اللي هي جت 210 210 في الربع الكام ديت في الربع التالت يعني هي بتساوي جت 180 زائد بتاعت الربع التالت زائد كام بقى 210 ناقص 180 تديك 30 يعني بتساوي الجتة هتنزل زي ما هي ونزل الثلاثين وشوف بقى الاشارة الجتة في الربع التالت مجابة ولا سالبة كل جاهل الزا لا الزا هي اللي مجابة هي بقى الجتة هي سالبة يبقى الاشارة سالبة يعني بتساوي سالب جتة 30 اللي هي بجزر 3 على الاتنين طيب التانية اللي هي جاه 240 بتساوي كام الـ 240 برضو في الربع التالت يعني جاه 180 زائد زائد كام بقى 240 ناقص الـ 180 تديك 60 يعني بتساوي هنزل الجاه زي ما هي وروح منزل الـ 60 واشوف الاشارة انا في الربع التالت الجاه مجابة ولا سالبة الجاه سالبة يعني بتساوي سالب جاه 60 بكام بجزر 3 على الـ 2 بعد كده انا عندي الزاوية اللي هي جتة 120 بتساوي طبعا 120 في الربع التاني الربع التاني اللي هو عبارة عن 180 ناقص يبقى جتة 180 ناقص كام بقى هطرح 180 ناقص 120 هتديك 60 يعني الكلام ده كده بيوساوي هنزل الجتة زي ما هي والزاوية 60 واشوف الاشارة انا في الربع التاني الجتة في الربع التاني سالبة يعني الكلام ده كده بيوساوي سالب جتة 60 اللي هي بنص طيب الزاوية اللي بعد كده اللي هي جاء 330 بتساوي كام 330 في الربع الرابع الربع الرابع يعني 360 ناقص يبقى جاء 360 ناقص كام هطرح تلتمية ستين تلتمية تلاتين يتفضل لي تلاتين يعني الكلام ده كده بيوساوي أنزل الجا زي ما هي وأنزل التلاتين زي ما هي واشوفي الإشارة أنا في الربع الرابع الجا في الربع الرابع سالب يعني الكلام ده كده بيوساوي سالب جا تلاتين بنص بعد كده أنا عندي قا مية خمسة وتلاتين بتساوي كام مية خمسة وتلاتين في الربع التاني اللي هو عبارة عن مية وتمانين ناقص يبقى 180 ناقص اطرح بقى 180 ناقص 135 تديك 45 يعني بتساوي هنزل القا زي ما هي ونزل الزاوية 45 وفي الربع التاني القا اللي هي مقلوب الجتة اشارتها بالسالب يعني الكلام ده كده بيساوي سالب وقا 45 يعني مقلوب جتة جتة بواحد على جزر اتنين المقلوب بتاعها جزر اتنين واخر دلة معي اللي هي 180 ودي احنا حافظينها من الدرس اللي فات انها بتساوي صفر مش فاكر او مش حافظها احسبها على اقل الحسب هتطلع معاك بصفر تعالى بقى نعوض مكان كل نسبة مسلسية او دلة مسلسية بالقيمة بتاعتها اول دلة اللي هي جتة 210 طلعت معي في الاخر بكم بسالب جزر 3 على الاتنين مضروبة فيه جا 240 اللي هي طلعت بسالب جزر 3 على الاتنين زائد جتة 120 اللي هي طلعت في الاخر بسالب نص مضروبة فيه جا 330 اللي هي طلعت في الاخر برضو بسالب نص ناقص قا 135 اللي طلعت في الاخر بسالب جزر اتنين طبعا سالب بسالب هنا ايه بموجب مضروبة فيه زا 180 اللي هي بكم اللي هي بصفر وطبعا احنا في المقادير اللي زي كده يا جماعة بنحل الضرب قبل الجمع لان انا اكتشفت ان فيه ناس دلوقت في قولة سانوي لسه مش عارفة ان احنا بنضرب الاول بعد كده بنجمع هندرب دول لوحدهم ودول لوحدهم ودول لوحدهم طبعا اي حاجة في صفر بصفر بكلام ده كله بصفر بعد كده اول واحدة السالب في السالب بموجب وبرده سالب في سالب بموجب حلو الكلام اول تعالا بقى نضرب الاولين في بعضه هضرب البسط في البسط والمقام في المقام جزر ثلاثة في جزر ثلاثة بيساوي ثلاثة لان جزر في روحه بيطلع روحه المقام بقى اتنين في اتنين بيساوي اربعة زائد هضرب نص في نص يعني بيساوي ربع كلام ده كده بيساوي نفس المقام هاخد مقام واحد بس واجمع البسط ثلاثة زائد واحد اربعة يعني بتوساوي في الاخر واحد طبعا المسائل اللي زي كده جماعة لو جاتلك في اسئلة اختر الاجابة صحيحة انت رصها زي ما هي كده على القلل حسبة وهتديك النتيجة بس تتأكد ان انت كتبتها بشكل مزبوط صحيح مفيش اي اشارة غلط او اي حاجة مزبوطة لازم تتأكد ان انت كتبتها صح بس برضو لازم تكون عارف الطريقة اللي بتحسب بها الزوايا المنتسبة عشان خطر لو جاتلك سؤال مقالي زي دوت كده تبقى انت عارف خطوات الحل اللي احنا بنحلها دلوقتي يا صديقي انا عاوزك تمسك الورق والقلم وتحل المقدار دوت جتة 210 جاة 510 ناقص جاة 330 جتة 330 ورقتك وقلمك وحل السؤال ده ده هو حل السؤال انا حسبت جتة 210 طلعت سالب جزرتها على الاتنين التانية اللي هي جاة 510 طلعت في الاخر بنص وجاة 330 طلعت بسالب نص واخيرا جتة سالب 330 اللي هي بزبط جتة 30 بجزر 3 على الاتنين زي ما حدثها هنا طلعت في الاخر بصفر قرنب اللي عندك شوف انت حلت صح ولا غلط الفكرة اللي بعد جدا يا جماعة زي ما كنا بناخد في الحصة اللي فاتت لما يكون عندك زاوية موجهة ولتاكم مثلا سيتة في وضعها القياسي وتتقاطع مع دايرة الوحدة في نقطة ولتاكم مثلا هنا ايه 5 على 13 و 12 على 13 على طول كنا بنقول المسقط الاول اللي هو الجتة والمسقط التاني اللي هو الجاة يعني اقدر استنتج على طول ان جتة سيتة بيساوي 5 على التلاتتاشر وان جا سيتة بيساوي 12 على التلاتتاشر وبالتالي اقدر اجيب برضو زا سيتة اللي هي بتساوي هقسم الجاة على الجتة البسط على البسط يعني 12 على الخمسة تعال بقى نشوف هو محتاج ايه في السؤال عاوزك تجيب اول حاجة جا تسعين ناقس سيتة يلا بينا رقم واحد جا تسعين ناقس السيتة التسعين مش بتغير الزاوية اه فالجاة هتخليها جتة واشير التسعين ونزل السيتة واشوف بقى الاشارة بتاعتي تسعين ناقس دهيت في الربع الكام دهيت في الربع الاول وفي الربع الاول كل الدول موجبة يعني هي في الاخر جتة سيتة بالموجبة وجتة سيتة عندي بتساوي كام خمسة على التلاتاشر يبقى دي كده اللي هي خمسة على التلاتاشر يلا نمرة اتنين قى تلتمية وستين ناقس سيتة بتساوي طبعا تلتمية وستين مش هتغير الدلة فهتنزل قى زي ما هي بالزبط وتلتمية وستين ناقس ده اللي هو الربع الكام انا كده بانزل عن تلتمية وستين بانا كده في الربع الرابع طب والقا اللي هي مقلوب الجتة في الربع الرابع موجبة ولا سالبة كل جاهل ذو جتة آه موجبة يبقى لشره هنا موجبة يبقى القاها تساوي طبعا القا اللي هي مقلوب الجتة والجتة بخمسة على التلاتاشر يبقى القا تلاتاشر على الخمسة طيب التالتة جتة متين وسبعين نائس سيتة تساوي كام؟ والله المتين وسبعين ديت بتغير الدلة فالجتا هتبقى جاه واروح منزل السيتا واشوفي الاشارة 270 ناقص دوت اللي هو الربع التالت طب الربع التالت الجتا مجابة ولا سالبة كل جاهل زا سالبة يبقى الاشارة هنا بالسالب يبقى كلا ده كده بيوساوي انزل السالب الاول وجا سيتا موجودة عندي ب12 على 13 يلا نمر 4 بيقولك زتا 90 زائد سيتا بتساوي ايه والله التسعين هتغير الدلة هتخليها زا اشير التسعين واروح منزل السيتا واشوفي الاشارة 90 زائد يبقى كده في الربع التاني طب الزتا في الربع التاني مجابة ولا سالبة لا دي سالبة يبقى الاشارة هنا بالسالب يبقى الكلام ده كده بيوساوي سالب زا سيتا اللي هي بكام ب12 على الخمسة طيب نمرة خمسة بيقولك عاوزين نجيب جتا سالب سيتا قبل ما نحل نمرة خمسة وستة تعلم وقولك على ملحوظة مهمة جدا في الدرس ده مش لو انا قلتلك جاء مثلا سالب 30 هتقول ان الزاوية دي تكده مش في اصغر قياس موجب فانا هزود عليها تلتمية وستين مزبوط يعني هتوساوي جاء هاخد اللي هي سالب 30 دهيات ازود عليها تلتمية وستين درجة عشان خاطر اخليها في اصغر قياس موجب تخيل بقى لو انت بدلت اللي اتنين دول كده ما كان بعضهم مش هتبقى عبارة عن جاء تلتمية وستين ناقص 30 اه فعلا ومش التلتمية وستين دهيات ما بتغيرش الدلة فهتنزل الجاء زي ما هي بالزبط اه فعلا هتنزل الجاء زي ما هي بالزبط وهشير التلتمية وستين واروح منزل الزاوية تلاتين واشوف بقى الاشارة تلتمية وستين ناقص انا كده في الربع الرابع طب وهي الجاء في الربع الرابع موجبة ولا سالبة الجاء في الربع الرابع سالبة يبقى لاشارة هنا بالسالب الوحيدة اللي هتبقى موجب في الربع الرابع اللي هي مين الجتة فممكن بدل معه ده اعمل الدوشة دي كده كلها والحوار الكبير ده كده كله ملحوظة صغيرة تلخصت الموضوع ده كده كله من الآخر جتة بتاكل السالب الجتة بتاكل السالب يبقى على طول اول لما تديك جتة سالب سيتة تقول لي على طول كده بتساوي جتة سيتة لان الجتة بتاكل السالب اللي بعدها على طول انما الجا وزة بيرجعوه ورق يعني لما تديك مثلا جا سالب سيتة هتقول لي الجا هتخلي السالب يرجع لورا كده فهتبقى سالب جا سيتة والزة برضو نفس الكلام هتاخد السالب ترجعه وراء هنا فهيبقى سالب زا سيتة نفس الكلام برضو في المقلوبات بتاعتهم يعني الجتة والمقلوب بتاعها اللي هو القا بيأكلوا السالب انما الجا والزا والقطا والزطا بيرجعوا السالب لورا تعالا بقى نرجع للسؤال بتاعنا نمرة خمسة بيقولك عاوزين نحسب جتة سالب سيتة احنا اتفقنا ان الجتة بتاكل السالب يعني دي كده بتساوي جتة سيتة اللي هي اصلا بتساوي في السؤال عندي هنا خمسة على التلاتاشر طيب نمرة ستة زطا سالب سيتة اتفقنا اتفقنا ان الزطا هتاخد السالب ترجعه الوراء هنا فهيبقى سالب زطا سيتة يعني الكلام ده كده بيساوي سالب زطا سيتة اللي هو مقلوب الزا وانا عندي الزا عبارة عن 12 على خمسة يبقى الزطا خمسة على اللي 12 بس كده يا عم الحق السؤال اللي بعد بيقولك اذا كانت ضلع النهائي اللي زواء موجهة سيتة في وضعها القياس يتقاطع مع دائرة الوحدة في النقطة سين واثناشر على التلاتاشر حيث السيتة ما بين التسعين والمية وتمانين يعني هي في الربع التاني فاكرين في الدرس اللي فات لما يديك نقطة فيها مجهول زي ده كده كنا ازاي بنحسبه كنا بنقول ان سين تربيع زائد ص تربيع بتساوي واحد وانا عندي النقطة ده عبارة عن سين وصاد هعوض بقى مكان السين ومكان الصاد يبقى سين تربيع زائد افتح قوس وحط عليه تربيع ونزل الصاد باثناشر على التلاتاشر بتساوي واحد هود بقى اتناشر على التلاتاشر تربيع للنحية التانية بعكس الاشارة فهيبقى السين تربيع بتساوي واحد ناقص اتناشر على التلاتاشر الكل تربيع هتلاقي ان السين تربيع بتساوي خمسة وعشرين على 169 وطبعا عشان خاطر نتخلص من التربيع هناخد الجزر التربيع للطرفين جزرين بس هناخد بقى الاشارة المجب ولا الاشارة السالب هقولك والله احنا هنا في الربع الكام في الربع التاني وانا عارف ان اشارات الربع التاني عبارة عن السين بالسالب والصاد بالمجب معنى كده ان اشارة السين ايه سالبة يبقى انا هاخد هنا الاشارة السالب معنى كده ان السين هتساوي سالب جزر الخمسة وعشرين بخمسة وجزر المية تسعة وستين بتلاتاشر احنا بقى عارفين ان النقطة بتاعة دايرة الوحدة ده هي المسقط الاول اللي هو الجتة والمسقط التاني اللي هو الجا اقدر افهم من كده على طول ان جتة سيتة بتساوي سالب خمسة على التلاتاشر ان انا لسه حاسبة من شوية وان الجا سيتة بتساوي 12 على التلاتاشر واخيرا يبقى عندي الزا سيتة بتساوي هقسم الجا على الجتة هقسم 12 على سالب خمسة يبقى سالب 12 على الخمسة وكده الحمد لله رب العالمين بقى عندي النسب المسلسية بتاعتي او الدول المسلسية بتاعتي تعال بقى نشوف المقدار اللي هو عاوز يحسبه عبرة عن ايه أول حاجة 13 جتة 360 ناقص سيتا أهو يعمل حاج جتة 360 ناقص السيتا بيساوي طبعاً الـ 360 هتنزل الجتة زي ما هي بالظبط أحزف الـ 360 وروح منزل السيتا الـ 360 ناقص ديت اللي هي في الربع الرابع طب والجتة في الربع الرابع مجابة ولا سالبة؟ مجابة يبقى الإشارة تبقى مجابة وأنا لسه حاسب أن الجتة سيتا بتساوي سالب 5 على 13 طيب نكمل بعد كده بيقول لك زا 225 أهو يعمل حاج زا 225 بتساوي زا 225 ديت في الربع الكام ديت في الربع الثالث يعني 180 زائد هطرح 225 ناقص الـ 180 تديك 45 يعني الكلام ده كده بيساوي هنزل الزا زي ما هي والزاوية 45 وطبعاً 180 زائد اللي هو الربع الثالث والزا في الربع الثالث مجابة يبقى الإشارة تبقى مجابة وأنا عارف أن زا 45 بتساوي كام؟ بتساوي 1 طيب نكمل بعد كده بيقول لك ق تربيع 350 تعال احنا نحسب الأول ق تلتمية ولما نيجي نعوض نبقى نحط التربيع طيب ق تلتمية يعني ق افتح كوس التلتمية اللي هي في الربع الرابع يعني 360 ناقص 60 وهنزل الق زي ما هي وهنزل الزاوية 60 وطبعاً 360 ناقص يعني الربع الرابع طيب القاء في الربع الرابع مجابة ولا سالبة القاء اللي هي مقلوب الجتة وفي الربع الرابع الجتة تقم مجابة يبقى الإشارة هنا هتكون مجابة طيب قاءة 60 بقى بتساوي كام؟ أنا عارف أن جتة 60 بتساوي نص يبقى القاء بتاعت الستين تبقى مقلوب النص يعني هتساوي اتنين طيب بعد كده بيقول لك اتناشر زا 270 ناقص سيتا او يعمل حج زا 270 ناقص السيتا بتساوي المتين وسبعين هتغير الدلة بتاعتي هتخليها زاة بتحطي لها تهل بعد كده هنزل بقى الزاوية سيتا وأكيد 270 ناقص يبقى أنا كده في الربع التالت والزا في الربع التالت إشارتها مجابة يبقى الإشارة هنا هتفضل مجاب والزاة سيتا اللي هي مقلوب زا سيتا أنا عندي زا سيتا بتساوي سالب 12 على الخمسة يبقى الزاة اللي هي سالب 5 على ال 12 يجي واحد يسأل لي يا مصر أنت مش لسا أقيل من شوية أن أنا هنا الإشارة مجاب هنا في الإشارة مجاب وحادثها لي هنا بالسالب هقول لك لا يا صديقي الإشارة اللي أنا بعملها في الزاوية المنتسبة ملهاش علاقة بقيمة الدلة اللي أنا حسبتها من هنا أنا بعمل الإشارة دي لوحدها والإشارة دي لوحدها يعني فرضا فرضا كده نفترض جدلا أن أنا طلعت معايا هنا الإشارة بالسالب يعني سالب زا سيتا كنت هقول الكلام ده كده بيوساوي أنزل السالب اللي برا دي الأول كده لوحدها بعد كده أعوض عن زا سيتا بسالب 5 على ال 12 وطبعا بعد كده هضرب بقى السالب في السالب هتبقى بموجب لكن طبعا انا ما عنديش سالب خالص يبقى اللي جاء بتاعتي هتكون عبارة عن سالب 5 على ال 12 طيب كده بقى معايا كل الدوال اللي عندي تعال بقى نعوض في المقدار بتاعنا المقدار هيكون عبارة عن 13 في جتة 360 ناقص سيتة اللي انا لسه هسيبها بكم بسالب 5 على ال 13 بعد كده زائد زائد 25 اللي هي بواحد زائد قى تربيع اول لما تشوف تربيع على نسبة مسلسية على طول حط التربيع الاول بعد كده عوض عن النسبة بتاعتك قى 300 اللي انا حسبتها بكم باتنين زائد 12 في زائد 270 ناقص سيتة اللي انا حسبتها في الاخر بسالب 5 على ال 12 تعال بقى نضرب يعمل حاجة في الاول خالص 13 من فوق مع 13 من تحت يعني الكلام ده كده هيساوي سالب 5 بعد كده زائد واحد بعد كده زائد اتنين تربيع اللي هي باربعة بعد كده 12 من فوق مع 12 من تحت ويتفضل عندك سالب 5 في موجب يعني بسالب 5 كلام ده كده بيساوي واحد زائد 4 بخمسة وخمسة ناقص خمسة هيروحوا مع بعض كده ويتفضل عندي في الاخر سالب 5 وكده بقى أنا خلاص خلصت السؤال ده السؤال اللي بعد بقولك اذا كانت جتة سيتة بتساوي سالب 4 على الخمسة حيث السيتة من التسعين والمئة وتمانين اوجد قيمة كلام مما يأتي طيب المرة دي هو مديك نسبة مسلسية واحدة بس اللي هي الجتة وديت زي ما كنا بنعمل في الحصة اللي فاتت كما ممكن نحلها بطريقتين مختلفتين يا إما هأول ان النقطة التقاطع الزاوية سيتة مع دايرة الوحدة عبارة عن اعمل كده زوج مرتب هو مديك مين مديك الجتة الجتة اللي هي المسقطة الاول يعني هتبقى سالب 4 على الخمسة ويتفضل هنا طبعا ايه صاد واول بقى النسين تربيع زائد صاد تربيع بالسواحد واحسب الصاد بكام الطريقة التانية ان انا اعملها من خلال المسلس القائم اه يعني اللي هو ازاي لما اخذعني هعمل مسلس قائم كده اي مسلس قائم بقى شكل ايه كان واول مثلا ان الزاوية دية اللي هي الزاوية سيتة هو مديك جتة سيتة الجتة اللي هي المجاور على الوطر يعني المجاور دهوت هيكون سالب 4 والوطر هيكون 5 وهنحسب بقى الضلع التالت بنظرية في سغرس يعني هيساوي جزر الوطر تربيع يعني 5 تربيع ناقص الضلع التاني تربيع يعني سالب 4 تربيع او سالب 4 تربيع هيطلع في الاخر طوله بتلاتة يبقى ده كده عبارة عن تلاتة تقدر بقى دلوقتي من خلال المسلس القائم دهوت تجيب لي جا سيتة وجتة سيتة وزا سيتة تساوي 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 الجتة هو مديها لك بسالب 4 على الخمسة الجا اللي هي المقابل على الوطر هتلاقي عبارة عن تلاتة على الخمسة الز هقسم الجا على الجتة هتساوي سالب 3 على الاربع بس قبل ما نكمل تعالى الاول نتأكد من الاشارات بتاعتنا هو منديك في السؤال بقولك ان السيتة بين التسعين والمئة وتمانين يبقى كده فانا في الربع التاني طب في الربع التاني من اللي موجب في الربع التاني كل جا يبقى الجا هي موجبة والجتة والزا سالبة بص كده اه فعلا الجا موجبة والجتة والزا هم الاتنين اشارتهم بالسالب يبقى انا كده اشغال صح كده بقى معايا كل النسب المسلسية اللي انا عاوزها تعالى بقى نشوف هو عاوز يحسب مين نمرة واحد بيقولك جا مية وتمانين نائس سيتة اه يا سلام هنزل الجا زي ما هي ونزل الزاوية سيتة مية وتمانين نائس كده دوت في الربع التاني الجا في الربع التاني موجبة ولا سالبة موجبة يبقى الاشارة موجبة والجا سيتة اللي هي موجودة عندي بكام بتلاتة على الخمسة طيب نمرة اتنين جا سالب سيتة احنا اتفقنا ان الجا بتاكل السالب فهتساوي جا سيتة يعني بتساوي سالب اربع على الخمس نمرة ثلاثة زا سيتة نائس المية وتمانين اوبا لقد بقعنا في الفخ ديت يا عم الحاجة عبارة عن سيتة نائس مية وتمانين يعني اللي هي محصلة مية وتمانين زائد ولا مية وتمانين نائس ديت اعمل فيها ايه؟ بكل بساطة مش احنا عارفين من اول المنهج بتاعنا اننا لو زودت على الزاوية تلتمية وستين او نقصت تلتمية وستين مش هيحصل اي حاجة خالص مش هيحصل اي حاجة خالص ما هي زاوية مكفقة طيب زود تلتمية وستين على الزاوية دي يعني انت عاوز تقول لي يا مستر ان انا اعمل كده تساوي زا سيتة نائس مية وتمانين بعد كده اروح مزود عليها تلتمية وستين بالزبط كده ليه بقى؟ لما تعمل كده هتساوي زا هتلاقي بقى ان تلتمية وستين سالب مية وتمانين تطلع معاك بمية وتمانين بالموجب بعد كده بقى تنزل السيتة باشارة بتاعتها اللي هي موجب سيتة وبس يا عام الحاج بقيت عادية جدا دلوقتي بقى هتنزل الزا زي ما هي وتنزل الزاوية سيتة وطبعا مية وتمانين زائد انت كده في الربع الكام انت كده في الربع التالت الزا في الربع التالت موجبه ولا سالبه كل جاء زا موجبه يبقى الاشارة تكون موجب وزا سيتة اللي هي بتساوي سالب تلاتة على الاربع يبقى نقول تاني كده بسرعة اول لما تشوف الشكل دوت اللي هو سيتة ناقص اي زاوية ايا كانت تعمل ايه تزاوية تلتمية وستين تحولها لك للموجب على طول وتبقى عادية وتحلها بالطريق العادية اللي احنا عارفنا في السؤال دوت بيقولك اذا كان السيتة قياس زاوية موجهة في الوضع القياسي وتعين دائرة الوحدة النقطة به اللي هي تلاتة على الخمسة وصاد اوجد قيمة المقدار ده زاوية متين وسبعين زاوية سيتة ناقص زاوية تسعين زاوية سيتة ناقص جاوية مية وتمانين زاوية السيتة بقولك ان السيتة تنتمي للفترة ما بين الصفر والتسعين يعني في الربع الايه في الربع الاولان عاوزك بقى تمسك الورقة والقلم وتحل السؤال ده ده هو حل السؤال انا عندي النقطة عبارة عن ايه سين وصاد عملت بقى سين تربيع زاوية تسعين واحد وحسبت الصاد في الاخر وطبعا اشارتها موجب لان انا في الربع الاول كل الدول اللي عندي ايه موجبة جبت الجا والجتة والزا بعد كده رحت على المقدار بتاعي جبت كل الزاوية المنتسبة بتاعتي بعد كده عوضت في المقدار طرعت في الاخر 13 على الستين قرنب اللي عندك بقى شوف انت حلت صح ولا غلط وكده هنكون خلصتنا حسيتنا النهاردة كده احنا الحمد لله خلصنا نص الدرس الرابع في حساب المثلسات ان شاء الله هنكمله في الحصة اللي جاية اتمنى كان الفيديو خفيف لطيف صريف علينا جميعا لو انت في انت اي حاجة رد ترد الجميل باللايك الجميل واكيد تشتري في القناة عشان قاطب تابعة الدروس وفي الختام سبحانك العلم من ان الا ما علنتنا انك انت العلم الحكيم والسلام عليكم